اهلا بكم في حلقة جديدة النهاردة وفيديو جديد هنتكلم فيه النهاردة عن برج محبوب جدا في التشانل ومن الابراج المهمة جدا هو برج القوس الناري هنتكلم عن اسرار جاذبية برج القوس وليه دايما احنا بنحبه وايه اهم صفاته اهم الحاجات اللي لازم نكون عارفينها عنه لما نرتبط بيه حاجة مهمة لو نحنا نعرف الصفات دي عن برج القوس كالعادة بليس ما تنسوش تابعوني على الساشال ميديا على انستجرام وفيسبوك تقولي تفراج على ما انتو برج ايه طيب برج القوس انا مبداية جماعة احب برج القوس جدا وعندي اسحاب كتير جدا جدا وناس قرائبة مني من برج القوس فهم الابراج الاتراكتف بالنسبة لي ابراج اللي بعرف تعمل معاها وبحب تتعامل معاها وستات القوس مستاتل جدع جدا جدا اللي هي اللي يتقال عليها بفعل 600 راجل واللي تبقى بتتعامل معاها بحب كده متزاقش منها لان هي فرفوشة ونعنوشة طيب بيبقى ان برج القوس ناري ناري يعني بيدينا 3 صفات يعني شخص شخصي قيدية او شخص واثق في نفسه وشخص جري شجاع مقدام بعدين متهور متسرع يعني مش صبور قوي برج القوس مش صبور قوي طيب سواء من الابراج الواثقة في نفسه عنده ثقة في نفسه كده يعني ممكن تلمس مع الغرور زيه زي الاسد يمكن اكتر برج قريل في الصفات من برج القوس ناري هو برج الاسد لانهما الاتنين ناريين زي بعض والكوكب المتحكم فيهم هو كوكب جابيتر وده بيديهم حظ يعني برج القوس من الابراج المخزوزة جدا جدا في حياتها على فكرة شخص اجتماعي قوي محبوب يعني تلاقي دايما الصحابة بيحبوا نزو بتحبوا نزو يدار عليه كده بيحبوا وجودهم لانهما فرفوش كده ونعنوش وبيحب الحياة هو عاشق من الطراز الاول للحياة بيحب الحياة قوي بيحب السفر بيحب الاكتشاف يحب اكتشف هو مكتشف كده جريء جدا شجاع جدا مقدم جدا بيقتحم كده على طول زي وزي الحمل عنده زي ما قلت عنده قدرة رهيبة على التحدث يعني جريء بيحب الكلم كويس بيحب الصهر هو شخصية بيحب الصهر بيحب الكريم جدا جدا لدرجة البذخ يعني القوس مش الابراج البخيلة اطلاقا ولا يتقال عليه حتى ان فيه سنة بخلب العكس هو شخص كريم جدا يكاد يكون مبذر يعني هم بيعرفش حوش اصلا يعني عنيد قوي قوي هو من الشخصيات العنيدة جدا تحس ان هو نجمة كده في نفسه شخص نجمة كده شايف نفسه يعني عارف قيمة نفسه وثق في نفسه هو نجمة مع نفسه بيحب الميوزيك بيحب الغنى هو فنان كده دايما هتلاقي عنده حتة فن تلاقيه مثلا شخص بيحب يرسم بيحب يغني بيحب يمثل يعني في فكرة ممثلين كتير جدا بيانتموا إلى بورك القوس انا بحبهم قوي هقولكوا في اخر الحلقة مين ممثلين بس هما عندهم فن كده عندهم هما معاشقين للفن عاشق عاشق تايه في ملكوت الحرية بيعشق الحرية بيكره القيود بيكره عن حد يقيده بيكره عن حد يتحكم فيه لو جربت تمسك او تأيد حرية بورك القوس اذا فهن هي مش هيكمل معاك وهيمشي وهيبعد عنك لانهم محبش حد يقيده محبش حد يدايقه في موضوع القيود بقى والنكد بيكره الناس نكده جدا 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 شخص صريح الى أبعد درجة هو من أبراج الصريح على درجة نصرح خطه ممكن توجعك ممكن تبعيدك يعني هو مش مناعين بيلفه ويدور هو عنده الحياة أبيض يأسود يعني عادة القوس مش بيلفه ويدور هو بيحبك يا بان هو بيحبك هو مش شخص بيلفه ويدور اطلاقا اطلاقا يعتمد عليه بيتحمل مسؤولية بس يحبش الموعيد يعني ديله سبايز بتاعته هيبقائك كرياتف جدا يعني كرياتف يعني هو فنان بس من غير موعيد ومن غير قيود لو انت عايز تطلع له الفن اديله الحرية اقول له انطلق يا فنان بس تدير بقى قيود وتخنق عليها هيخنق عليك جدا جدا اجتماع من الطراز الاول شخص اجتماع جدا بحب الناس بيحب هو حبش بقى وحيد يعني فيه أبراج كتتحب العزلة وتحب الوحدة تحب القا ده الح齡ية 실제로 اعاده في البيت الحبش قاة في البيت وبرج القوس ابراج لاحبش طبيق بقى هو ا cordones وحير كل حاجه اليزا يموزو سريع كده يعني هو سريع مش صبور اطلاقا وهو مش ابراج الصبور وحرق� republicدى وحقم اييوك死 وبرغك ما بيسيب حقه اطلاقا ما بيعرفش يسيب حقه زي ما قلت ان هو من الابراج لو بيحب حد واقتنع بيه بيبقى فايتر علشانه يعني هو لو اقتنع بيه وحس ان انت بتاعه كده هيبقى فايتر جدا جدا علشان هو شخص شاقي كده ستة او راجل الناس ايه كده حسنوا مرقصة العصابة كده اتراكتف جدا جزبين شخصية قيادية شخصية قوية شخصية لا شخصية شخصية يعني ما بيهظر وبيتحك كتير جدا ان هو شخصية قوية بيكره الفشل زي يعني بحبش الفشل بحبش شفشل بيعشق التحدي بيحب يبقى فيه تحدي وان هو يفوز في التحدي هو هو مش رومانسي او يعني هو مش من الابراج رومانسي جدا او عقلانية بيعشق ان هو يكون اندبندنت او يكون شخص مستقل هو شخص استقلالي اندبندنت بيحب الاستقلالية قلبه طيب يعني هم مش شخص شرير مش مؤذي يعني بس لو جيت عليه القص مبيسيبش حقه ابدا دا نووي نووي القص يسيب حقه وانتقامي ما بياخد حقه يعني هياخده بس هو بياخد حقه على طول يعني ما بيزبرش بقى مش بيتكتك مثلا زي الطور الطور ماش عايز كت عن حقه بس يقعد يتكتك ويفنن ويتك لا القص هياخد حقه بايده كده بتصررش وهي دا بيخليه متهور وعشان كده القص من الابراج اللي ممكن تاخد قرارات كسير جدا وانت رجع تندم عليها لانه بياخدها بتصرر لحظة تصرره كده هو طموح جدا مثابر جدا جدا دي في زي العزراء يعني هم بيتفق مع العزراء في المسابرة بتاعته وفي الطموح بتاعه في الصراحة يعني دي من صفات المتفق مع بورج العزراء بيحب الابرشيشن يعني هو 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 معطاء جدا بس هو لما يكون معطاء بيبقى عايز اابرشيشن عايزك تقدره عايز تقدره عمله عشانك عايز تشكره تشكره بطريقة هو مش مادية يعني شعايزك تشكره بطريقة مادية بس على قليل تحس ان هو عملك حاجة شخص very hyper very energetic very active نشيط جدا جدا ومش راجل كسولة خالص بالعكس هو تلاقي ده يحب الرأس يحب الفني يحب الميوزك يحب الحاجات اللي فيها تمزك كده هو بيحب هو مزاجي هو بيحب المزاج قوي 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 زي ما قلت انها شخصية غيورة جدا 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 وستة القوس على فكرة غيورة اكتر من راجل القوس يعني ستة القوس غيورة مستيطات الغيورة قوي يعني ومتسلطة مالكين متسلطين ومسيطرين وشككين قوي 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 صلب بالارادة يعني ما كو عايز حاجة هعملها يعني هعملها بيحب يكتشف وبيحب يجرب بيحب يدوق ويجرب ويحاول ويه هو مش راجل متحفزة لا هو مش شخص متحفز خالص بالعكس هو مندفع جدا 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 بيكرم الفاشل يعني هو محبش يفشل محبش يفشل محبش يفشل محبش ينجح ويحب النجاح قوي بيحب اللي هو يوصل لحاجة زي ما قلت انه عشان حبه للتحدي بيخليه بيحب يبقى متحدي يعني ست القوس من ستات الجدعة قوي لبينت راجل يعني احب ستات قوس جدا على فكرة وهو محب فرفشتهم وناس فرفوشة كده بيحبوا الحياة فيحبو بكفي الحياة طول ما انتعد معهم تحس ان انت عمل تضحك وبتهزر وعمل بت يعني منطلق ده زيهم هم ناس منطلقة قوي يعني يحبو الانطلق كده يحبو الانطلق يعني يحبوش هم النكد خالص لو انت شخص النكد اذا فتتعد عن برج القوس طيب مين الابراج اللي بيتطافقوا معيهم بيتطافقوا الابراج النارية يعني حمل واسد وقوس بيتطافقوا كمان مع الابراج الهوائية جوزاء ودلوي جوزاء ودلوي ميزام مش بيتطافقوا خالص مع يعني او بتبقى العلاقات العاطفية مش قوية يعني انا عمري في حياتي مع لا القوس عندي صعب بنزلك عزراء بس اه بحبوهم طبعا يعني بس يعني مش بيتطافق مع ابراج الترابية ولا الابراج المائية يعني يعني كده يعني اوكي اه طيب مين بقى الفنانين بحبوهم برج القوس ناس كسيرة جدا انا حب اي سري سين برج القوس اه بصحبتي وحببتي طبعا ما يكسب برج القوس اه اه عمر اسمه عمر اه اه عمر سعد برج القوس زافر عبدين برج القوس نلي الكريم برج القوس مش عادي انسى حد برسمين تاني شري هان برج القوس اه اه شري هان ايقونة شوفوا ثقف النفس و و الفكرة دائما فيها اهم ايجينت اوي وكلاسي جدا يهتموا بشكلهم جدا 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 و جسمهم وبالسبورتز شكلهم حلو تلاقيهم دائما جسمهم حلو انهم يهتموا بنفسهم دائما مش بيبان عليهم سنهم اه اه دائما ان اللى القمري بتاعي اه قوس فانا عزراء قوس يعنى شان انا بحبوكو اوي او كليا برج القوس يعنى فbedقائكم ها assumيظ و الان افجاد فيديو ازاي تعرفوا البرج القمري بتاعكم سنة شمسي قوص وامري المون سان بتاعتي قوص وانشان كده يعني I like القوص زوفرة كفاية انو عندوكو زوفر عبدين بوروبر القوص يبصوا بقى خداص انت عديتوا يعني سجتيريس دولت عظم على عظم وناس هاسقوا في نفسهم يعني وعارفين امت نفسهم اوي 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 وعفاكا هم متوضعين يعني هم مش ابراج المغرورة خالص بالعكس يعني هم متضعين عشان هم بيحبوا ناس كلها وبيعرف تعملوا مع الناس كلها طيب قولولي بقى اذا كان الكلام ده بيتطفق معاك قولولي تفرج عن فين انتو بورج ايه وقولولي ايه اكتر حاجة بتحبوها في بورج القوص انا بحب بورج القوص حبه للحياة وان هو شخص اجتماعي وصريح كده ما تخافش منه انهم مش بيلفوا ودوروا بيقراك هباقها عارفك انت بتقراك وبيحبك هيباق ان هو بيحبك بحبك جدا جدأ بورج القوص اعمال وشيار كتير اللي كل لناس تراههم بورج القوص او مرتبطين بورج القوص ودي الحاجات المهمة او اصفات المهمة او اصغرم الخفاء بورج القوص اللي خلينا بنحبه جدا 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 بس بانكي بورج القوص اشوفكم في videو تاني اشتركوا في القناة